لا تعبد رب العالمين عشان أن يعطيني ويرزقني وإذا ما عطاني وإذا ما رزقني أنا ما رح أعبد الله عز وجل الله عز وجل شنو قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير طمئن به وإن أصابته فتنة وننقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران الموبيل منظومة الحياة الدنيا والآخرة منظومة متكاملة أنت عندك إيمان يقيني وغيبي أنه سوف أجازع على عملي يعني لازم أنت تعيش على أن أنا لن أخذ كل المستحقات والثوابات في الحياة الدنيا القبر ظلمة تبي النور ولا ما تبي هني رح تيلك الصلاة يوم القيامة فأعز وجل يصف هذا المشهد في القرآن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار يبختهم النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الأصل في هذا النور من أين أتاهم؟ من الصلاة لما يفكر أنا ما جوزيت بالدنيا فكر بالآخرة شنو بيصير؟ لما يقولون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم مليانين نور أعطونا شوي النور اللي هما فيه أساسها الصلاة لله جل جلاله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلاة النور ترجمة نانسي قنقر